المشكة الكبيرة في ابناء هذا الناس الجديد ليس لهم دياسة وليس لهم تنظيم وتشكيل وترطيب وكل لاحظة لاحظة يقلون كما يشاءون وليس هذا السلام يجب أيها المشاعر والبيت يجب علينا أن يقلون أفعلنا وأقوالنا وتقريراتنا وحركاتنا وسكناتنا مقتدام بيها غير الله لنا ولا مللين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بشيخنا الشيخ إبراهيم الخليل البخاري بقناة نبوي تيوي ما رأيكم من خلال فترة زيارتكم الأيام الماضية في بلاد إندونيسيا الحمد لله سمعنا من بعض الفاضي السر في السكان لا في المكان ولما وصلنا هذه عاشمة اندونيسيا جاكرتا علمنا على أن السر في السكان والمكان ما رأينا من هذه البلاد من العباد والبلاد إلا حسنا الاستقبال وحسنا الليافة وكل أثر في قلوبنا تيثيرا إيجابيا كثيرا فكثيرا الفواقه والخلروات والمطروات جد في البكان في البلدان وكل الناس هم يتوالعون توالعا وآية التوالع ويستقبلون وآية الاستقبال ما رأينا كما رأينا من هذه الدولة ما هو نقطة التساوي وغير تسويق بين المسلمين في اندونيسيا والهند ما شاء الله اندونيسيا اسم مرقب من كلمتين كلمة لاتنية لاتن ورد وكلمة يونانية كلمة لاتنية اندوس كلمة لاتنية بمعنى الهند اسنوس كلمة لاتنية كلمة لاتنية ورقب بينهما اندونيس بمعنى الهند نسوس جزيرة جزيرة الهند ما شاء الله بين هادين الدولتين علاقة اقيدة في شط المجالات احدهما بلدتان جمهوريتان وطانيهما بلدتان كانتا تحت الاجانب بعض القرون ما شاء الله ثالثهما كلهما قلاهما الشافعيون نحن من اقصى غاية جنوب هند ولاية كارلا 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 كلهما الشافعيون واندونيسيا كلهما شافعيون وهكذا اهل كارلا تسعى وتسعين السنيون واذا في اندونيسيا تسعى وتسعين سنيون مشابهة الناقيدة في السكان والفلاد والمكان ما شاء الله ثلاثه ستة شهر مطر كما أن بلداننا ولاية كارلا وإذن الفواقع والخضرات وما يحتاج الناس مليء بهذا المكان كما أن كارلا أصله خير الله ولمار العجب للمار العرب ما يحتاجون في كارلا كل من الفواقع والخضرات سموا ولايتنا خير الله ثم تهبل خير الله خير الله كهر الله كيف نواجح الأفكار الفاسدة مثل الأفكار المتطرفة أو أهل البداء وما إلى ذلك من الأفكار في زمننا ماذا نصيحتكم لنا لنواجح مثل هذه الأفكار في هذه الأزمنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعد فصيرا اختلافا كثيرا فاليكم بسنة والسنة الخلفائي الرقاشدين المهديين واذا فعل الله عليها بالنواجد يجب علينا أن نقارن كل فعل من أفعال أهل السنة والجماعة إذا قارنا بأفعال خلفائي الرقاشدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة الصحابة ما شاء الله يكون متصافية وإذا وإذا فتحنا أفعال ملهدين والمتتجفين لخلفائه لأقوال خلفائه الرقاشدين كانت متباينة وذلك أكبر ذلالة على أن هذا المتتجفون والملهدون والمبتضيات في الظلالة المشكة الكبيرة في أبناء هذا الناس والجديد ليس لهم دياسة وليس لهم تنظيم فَعَلَيْنَا أَنُّ لَازِمَ الْجَمَاعَةِ جَمْعَةُ رَسُولِ اللَّهِ سُنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَمْعَةُ أَسْحَانَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وذلك وذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هِنَا قَرُبَ الْوَفَاتِ وَعَلَى قَيْقُلُ الصَّحَابَ وَعَلَى نَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى وَلِئِ بَلِغًا ذَرَفَتْ مِنْهُ الْعُيُونِ وَوَجِلَتْ مِنْهُ الْقُلُوبِ سَأَلَى الصَّحَابَ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْقِلَةُ مُؤَدِّئٍ فَاوْسِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْسَ الْوَقْتِ عَجَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصُوِيَّةً بَلِغًا وَهَذَا عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَطَاعَةً وَإِنْكَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا بَيَنَا أَبْنَاءَ هَذَا الْعَسُولِ جَدِيدٍ لَنْيُدَذُ السَّمْعُ وَالْطَمْعُ وَطَاعَةً لِلَّهْ كَابِر وَلِلْدِّيَاسَةً كُلٌ يَفْقَلُونَ يَفْقَلُونَ مَا يَشَاءُونَ وَلَيْسَ هَذَا إِسْلَامُ وَيَجِبُ عَلَيْنَا فِي كُلِّ بَيْتٍ رَيِّسٍ وَفِي الْبُيُوتٍ رَيِّسٍ وَفِي الْبُلْدَ بَلْدَ وَفِي الْدَوْلَةٍ رَيِّسٍ يَجِبُ عَلَيْنَا أَلَى النَّاسْمَعَ عَوَّلًا وَالْنُطِئَةً ثَانِيًا وَهَذَا وَاجِبٌ وَحَقٌ عَلَيْنَا فَا كَالِرْشَادٌ مِنْكُمْ كَيْفَ دَوْرَ الَّذِي يَضْرُورِ أن يَعْمَل أَهْلُ الْبَيْتِ خَاسَةً في هذا الزمن نَهْنُ فِي كَيْرَلَا يُوجَدُ تِسْأَةٌ وَأَرْبَعِينَ قَبِيلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَوُلُ قَبِيلًا وَسَلِلَا كَيْرَلَا أَسَادَةُ الْبُخَارِيُّونَ وَسَلَةً جَدٌ أَوَّل قَبْلَ ثَمَانِتِ قَرْنٍ جَلَادُ الْبُخَارِيُّ عَضِيَ اللَّهُ وَعَنْهُ وَسَلَيْلَا كَيْرَلَا لِلْدَّهَوَةِ الْسَلَامِيَّةِ وَبَعْدَ دَعْلِكَ مِنْ حَضْرَ مُوت قَبَائِلْ كَثِيرُ عَوَالَي خَمْسَةٌ وَأَرْبَعِينَ قَبِيلًا وَمَسْئُولِيَتُ أَهْلِ بَيْتِ الرَّسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْإِمَامَةِ لَيْسَتِ الْإِمَامَةِ حَدِثَتْ قِلْ لَهُمْ بَلْ قَبْلَ أَرْبَعْتِ آلَافِ سَنَا اِقُولُ اللَّهُ تَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْقُرْآنِ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَعُلِكَ الْنَاسِ قَبْلَ أَرْبَعْتِ آلَافِ سَنَا اُبْتِلِي أَبُّ الْأَنْبِيَ خَلِلُّهِ إِبْرَاهِيمُ بِمُبْتَلِيَاتٍ كَثِيرَ كَالْجِبَوَلْ فِي كُلِّهَا مَا شَأَ اللَّهُ فَازَةَ أَبُّ الْأَنْبِيَ خَلِلُّهِ إِبْرَاهِيمَ فَجَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَلَى مُقَافَةً لِهَادِهِ لِهَادِهِ لِهَادِ الْسَعَلِ لِهَادِهِ سَعَدْ لَبْدِيَ الْإِمَامَةَ لِلنَّاسِ فَسَأَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَلَى قَالَ وَمِنْ دُّدِّيَةِ فَأَجَابَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَلَى نَعَمْ لكن بشرك واحد إنه لا ينال أهدي الظالمين الدياسة والإمامة لدجيتكم بل بشرك واحد ليس الدياسة للظالمين معنى الظالم ليس معنى واسع ظلم وضع الشيء في غير موضعه العدل وضع الشيء في موضعه هل حكمة وضع الشيء في موضعه لائق به إذا عاش أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موضعهم وفعل غير ما شرية لهم ليس لهم الدياسة والإمامة واجب عليهم نصر السلام والإسلام بين المجتمع والفرادة ولذلك نحن هناما نسلي كل يوم في سبعة عشر رقع يقول إهدنا السراط المستقيم يقول حفيد سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعف الرسادق رضي الله عنه إهدنا السراط المستقيم أي سراط أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذن يقول في تفسيري وعتصم بحبل الله جميعا بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أيها المشاعر والأهل بيت يجب علينا أن يقول أفعالنا وأقوالنا وتقريراتنا وحركاتنا وسكناتنا مقتدام بها غير اللين ولا مضلين وإذا تشرفتم أن تزيدون وتفيدون النسيحة كذالي خاصة للسادة باعلوي خاصة ما شاء الله لما زورنا هذه المؤسسة الرابطة عالمية نفوي عالمية تشرفنا وتكرمنا وتفallalنا ما شاء الله هذه المؤسسة استثمت قبل قرن وواحد في لهذه المؤسسة نشاطات وقدمات في ست المجالات ومنها هذه القناة قناة النبوى وحفظ الأنصاب وعلاقات بين أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نطلب من ساداتنا أهل باع لبي أن توصي هذه الإدارة وهذا المجالات في كل ربع من قبوء العالم فإن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل بلدان في كل دولة وفي كل بلدان لكن نحن نطلب من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصفير للتصفير للتصفير من القرش في طريقهم بل هذا عن طريقهم فلذلك يجب علينا أن نراقهم وأن نقدمهم وأن نفعل كثيرا ما لتربيةهم وتقدمهم وفقنا الله لهذه الجمعي لهذه المؤسسة رابطة العلاوية لحفظ الأنساب وليقناة كما وفق الله لذلك وفق الله لأفعال انشتة إن شاء الله نطلب من هذه المؤسسة إن شاء الله الزيارة لجمهورية الهند وكايرلا وتوقيد العلاقات بين إن شاء الله إننا جامع مركز جامع معدن الثقافة الإسلامية والتي تدرس فيها أربع ثلاثون ألف طالب في خمسين معهدا فرقيا تحت جامع معدن الثقافة الإسلامية جدير بالذكر مركز الأطفال متخلفين عقليا وأطفال دفع الاهتياجات خاصة أصحاب الهيمام سم بحكم الأمي وكلية الدعوة وكلية تعليم الشريع وكلية تعفظ القرآن وكلية الهندسة وكلية تدريب المهن في مجالات الشتة نحن نقص منها معهد لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبن سيدات خاصة للدجال خاصة وليها نرجو منكم العلاقات الأقيدة بين هذه السعادات الأكادمية وبين هذه رابطة الألوية إن شاء الله إن شاء الله وفقكم الله ما تقدمون للأمان الشلام يا جزاكم الله خير سيدنا إن شاء الله نراكم في لكان آخر السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة